شركات ألعاب الفيديو عادة بيعطوا باند أو حضر لبعض اللعبين الغشاشين عشان ما يخربوا اللعبة على غيرهم من اللعبين بس بعض الأحيان شركات الألعاب ممكن يعطوك باند لأسباب جدا غبية وتافهة على سبيل المثال الشركة ما عجبهم اسمك يا تغيرها يا تاخد باند ايه؟ فبهل الفيديو رح أذكر عشر أشخاص جاهم باند لأسباب جدا غبية فيلا خلنا نبدأ قبل لنبدأ بالفيديو بس حاب أعلن عن الفائز في آخر جيفووي وأعلن عن جيفووي الجديد آخر جيفووي كان على ماوس وكيبورد جيمينج وكان بآخر فيديوهين توبتين بالقناة والفائز معنا هو ناصر علي ان شاء الله ألف مبروك رح تواصل معاك قريبا على الإيميل عشان نرسلك الماوس والكيبورد وهذا الفيديو برعاية اسوس وانفيديا وفيه أقوى جيفووي بتاريخ القناة وصلي منهم كرت شاشة انفيديا اسوس 3090 توف جيمينج هذا يعتبر من أقوى كروت الشاشة الموجودة حاليا بالعالم ومن شركة اسوس يعني كواليتي ولا أروح قبل لنتكلم على مزايا وعداء الكرت خلنا نتكلم على جودة صناعة الكرت نفسه من شركة اسوس الكرت فيه ثلاث مراوح من نوع اكسيال تيك اللي تضغط الهواء بشكل قوي على المشتة الحراري والمشتة الحراري هو ماكس كونتاكت اللي بيكون موصل على الجي بيو بشكل مباشر فبيعطيه تبريد جدا قوي الكرت مصنع من مواد بريميوم فرح يعطيك أداء أفضل بالأوفركلوكينج كسر السرعة وبيستحمل ضغط جدا قوي والكرت فيه مودين البريفورمس مود والكوايت مود البريفورمس بتحول عليه عشان يعطيك أداء قوي بالألعاب والكوايت مود بيعطيك أداء أخف بس بالتالي ما رح يعطيه أي إزعاج من صوت المراوح والكرت بيدعم قضوية الار جي بي وغيرها من الأشياء الرهيب والحين هنتكلم على أداء ومزايا الكرت من أجدد وأقوى الألعاب اللي نزلت هي لعبة سايبربنك وأظن كلكم استمعتوا بمشاكل اللعبة على الكونسور بس على البيسي باستعمال كروت شاشة إنفيديا إيسس أداء اللعبة ولا أروع بالذات مع خصايا مثل الريت ريستينج أو تتبع الأشحة اللي بتعطيك إنعكاس جدا رهيب على الأسطح ولعبة نفس سايبربنك فيها أضوية بكل مكان اللي إنعكاس جدا جميل فيها والخاصية الثانية الرهيبة اللي تدعمها كروت شاشة إيسس إنفيديا بلعبة سايبربنك اللي هي تقنية تعزيز الأداء بالألعاب باستعمال الزكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا فتقدر تلعب بكواليتي 4K وأعلى مع فريمات جدا عالية هذا الشي مستحيل بدون خاصية الـ DLSS فمع تقنية الريت ريستينج تتبع الأشعة والـ DLSS اللي تعطيك إياها كروت شاشة إنفيديا إيسس رح تحصل على أفضل تجربة في الألعاب ومو بس بالألعاب لو كنت صنع محتوى على اليوتيوب أو تويتش عندك برامج كثير بتسهل شغلك نفس الـ RTX Voice اللي بينقي صوتك وغيرها من البرامج فهذا الكرت حقي الجديد اللي رح استعمله من اليوم ورايح ورح تشوفه محتوى خرافي من ورا فبالتالي ما رح أحتاج كرت الشاشة القديم حقي اللي يعتبر كرت جبار وأقوى كرت شاشة من الجيل الماضي RTX 2080 Ti فإذا حابت فوز فيه كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق مع مصير التواصل ويلا خلنا نبدأ بالفيديو تخيل تفتح لابة عشان تلعبها لأول مرة وقبل ما تلعب أو تسوي أي شي يجيك باند على حسابك وسبب الباند هو أنك أنت منضم لمنظمة أرهابية ومطلوب من الحكومة الأمريكية هذا الشي صار مع محمد خان اللي كان يبيلعب بيتا لعبة Paragon اللي مصممينها Epic Games نفس اللي مصممين Fortnite محمد خان سجل باسمه عشان يلعب اللعبة وأول ما فتحها لقى أنه حسابه عليه باند بعدين وصلته لسالة على الإيميل من Epic Games مكتوب فيها أنه اسمك محمد خان مطابق لأحد أسماء الإرهابيين المطلوبين من الحكومة الأمريكية وبالتالي ممنوع تلعب اللعبة ومحمد عصر من هالشي لأنه يبيلعب اللعبة وهو مو إرهابي فراح وأخذ صورة من الإيميل ونشرها على تويتر وعمل منشن لمواقع ألعاب شهيرة راح مواقع الألعاب نشره الخبر وصار كل الناس يتكلموا فيه راحوا شركة Epic Games شالوا منه الباند وأحد مطورين بEpic Games راح راد على محمد خان في تويتر واعتذر له وقال له أنه الباند ما كان بشكل شخصي بل كان بشكل أوتوماتيكي قال بالمختصر أنهم هما شركة أمريكية ومطالبي من الحكومة الأمريكية أنهم يمنعوا أي شخص مطلوب من الحكومة أنه يستعمل برامجهم أو يلعب ألعابهم فاخترعوا برنامج يمسك بعض الأسماء المطلوبة ويمنعهم من اللعب وشكله في حد إرهابي اسمه محمد خان كان مطلوب فبعدين بس تأكدوا أنه مهو الإرهابي شالوا عنه الباند بس حركة جدا غبية من Epic لأنه متأكد فيه الألاف أو عشرات الألاف من الناس اسمهم محمد خان فشو كل واحد يلعب ألعابهم ورح يبعتولوا رسالة أنت إرهابي ممنوع تلعب الحلو بالموضوع أنهم شالوا عنه الباند آخر شيء في المرتبة التعصى عنا لعب اسمه آدم كان قاعد يلعب لعبة Watch Dogs 2 من شركة يوبيسوفت على جهاز البلاي ستيشن 4 آدم كان قاعد يلعب اللعبة بشكل طبيعي وفي أحد المهمات قتل وحدة كانت لابسة من لابس كسيرة وبس قتلها آدم اتفاجأ أنه أعضاءها التناسلية لهالشخصية اللي قتلها في اللعبة كلها ضاينة في اللعبة وهذا الشيء المفروض ما يكون موجود باللعبة لأنه عادة الألعاب اللي فيها هالكلام بيحطو لك تحذير قبل ما تلعبها المهم آدم أخذ صورة وارسلها لسوني وقال لهم أنه في لعبة محطين تحذير أنه فيها أشياء إباحية وقدرت أشوف هالأشياء جو اللعبة راحوا سوني يعطوه باند أو حذر على حسابها لآدم وما قدر يدخل على حسابها على البلاي ستيشن أبدا بعد كذا وسبب هو أنه قاعد ينشر مواد إباحية غباء جدا كبير من شركة سوني يعني هذا الشخص بعت هالصورة عشان يحذرهم أنه في لعبة قيلة أنه ما فيها مواد إباحية بس هي فيها فسوني بدل ما يتواصلوا مع يوبيسوف يعادلوا اللعبة أو يمسحوها أو شي راحوا أعطوه باند لهذا الشخص فهذا الشخص راحوا تكلموا على تويتر وعمل منشن لو يوبيسوف وسوني وكذا بعدين شركة يوبيسوف تعتذروا وقالوا هذا الشيء عن طريق الغلط وسووا أبديت وشالوا اللقطات الإباحية من اللعبة وسوني شالوا البان نحساب آدم بس الشيء المراضي أتقبله أنه كيف صار عن طريق الغلط يعني هلأ إشياء تحتاج تصميم عشان تكون جوا اللعبة فيعني صمموها وحطوها بعدين قالوا عن طريق الغلط شي جدا غريب والمرتبة التامنة عنا ستريمر اسمه ووي بوي مشهور بلعبة وفي أحد المرات كان فاتح بث وقاعد ينتظر يدخل على الجيم في لعبة League of Legends اللعبة جدا طولت عشان يدخل على الجيم وهذا شي طبيعي في الألعاب نفس League of Legends Overwatch وغيرهم فالستريمر بوي بوي قرر يفتح موقع ألعاب بسيطة ألعاب فلاش يلعب للعبة أي كلام على بينما يدخل الجيم وفعلا فتح موقع اسمه نيوبيت يعتبر من أشهر مواقع الفلاش بالعالم واختار لعبة تحتاش سرعة وردة فعل سريعة وجاب سكور جدا عالي في اللعبة بحكم أنه لاعيب في League of Legends واللعبة تحتاش سرعة وردة فعل فجاب سكور جدا عالي في لعبة الفلاش بعد كذا الموقع أعطوه باند أو حظر نهاية على حسابه وكان سبب الباند هو أنه يستعمل هكر أو غشاش وهو أصلا كان فاتح بث مباشر هو قاعد يلعب ومتابعينه شاف أنه ما قاعد يغش ولا يستعمل هكر بس سكور جدا عالي والموقع فكر أنه غشاش عشان كذا أعطوه باند فالمهم بوي بوي ماهتم في الموضوع ولا يكلم الشركة عشان يشيلوا الباند لأنه أصلا كان قاعد يلعب عشان يضوع الوقت عبين ما يدخل الجيم في لعبة League of Legends بالمرتبة السابعة ما عنا قصة شخص أخذ باند من وراء سبب غبي بل شركة بطولات ألعاب حطت سبب في معارض ألعاب وإنمي فبعض اللعبين اخترعوا حركة جدا وصخة عشان يفوزوا على منافسيهم والحركة وصخة حرفيا مو مجازيا والحركة هي أنه بعض اللعبين قرروا أنهم ما يتحمموا ما يغتسلوا ما ينطفوا حالهم عشان ريحتهم تصير سيئة فبالتالي منافسيهم راح يخطنقوا ريحتهم ما راح يركزوا باللعب وممكن مينسحوا وهالحركة قبل زمن كورونا يعني مو لابسينها عشان في مرض أو شي واحد اليوتيوبر للمشاهير زهر أحد هالمعارض وبعد الزيارة كتب على تويتر أنه ريحة المعارض بتخنق فبعد هالشي الشركة المصنعة للاعبة البطاقات يو جي يو اللي تنظم هالبطولات حطت من أحد القوانين أنه أي شخص ريحته وصخة راح ياخد باند نهائي من المشاركة في هالبطولة فسبب غبي للباند بس معهم حق الصراحة هذا الحل الوحيد عشان يخلوا الناس ينظفوا حالهم ويبطلوا الحركات لعبة دارك سول 2 على البي سي كانت مليانة مشاكل وغلت شات تخرب عليك اللعبة واللعبين طالبوا الشركة كثير اللي هي فورم سوفتوير عشان يصرحها لغلت شات بس الشركة واضح أنها ما تهتم لنا ما سويت لعب ديت ولا أي شيء فأحد الأشخاص المحبين لهاللعبة خرر أنه هو يصلحها لغلت شات لغلت شات ورح تلعب اللعبة بدون أي مشاكل فالشركة بدل ما تشكر على مجهودها وتقول لها شكرا سويت الشغل اللي نحن ما سوينا راحوا يعطوه باند على حسابها وأي شيء خاص رح يستعمل الموت تبعه كمان يعطوه باند وصراحة ما لقيت أي سبب ليش ممكن يعطوهم باند حركة جدا غريبة وغبية بنفس الوقت المرتبة الخامسة عنا الستريمر شراود أظن كلكم سمعنين فيه أحد أشهر استريمر بالعالم اللي يلعب لعبة بوب جي وغيرها من ألعاب الباتل رويل المهم شراود كان فاتح بث وقاعد يلعب جيم بوب جي طبيعي وهجم عليه واحد في اللعبة وحاول يكتله والواحد كان جدا واضح إنه ستريم سنايب شو يعني الستريم سنايب الستريم سنايب هو الشخص اللي بيتابع واحد مشهور فاتح بث يلعب لعبة باتل رويل فورتنايت بوب جي كولف جيتي أو أي لعبة ويحاول يدخل على نفس الجيم اللي يدخل فيه هذا الستريمر فبالتالي قاعد يشوفه هو وين قاعد يتحرك لو نبث مباشر فبيروح على مكانه وبيكتله فالشخص اللي هجم على شراود في لعبة بوب جي كان جدا واضح إنه ستريم سنايب لأن شراود كان متخبي بمكان وما قاعد يطلع أي صوت وفجأة فيه واحد سبحان الله عرف هو وين وهجم عليه المهم شراود جدا لعيب وقدر يكتله ومجرد ما قتله ومشي على طول واحد من بعيد ذبح شراود بطلقة هاتشوت والشخص اللي ذبحه اسمه لوتو وكان مبين إنه هو كمان ستريم سنايب فهذا اللاعب لوتو جاله باند على حسابه على طول بعد هالذبحة مع إنه شراود ما اشتك عليه أو سوى له ريبورت لهذا اللاعب بس شكله أحد من صممين لعبة بوب جي كان قاعد يتابع شراود وشاف هذا الشخص وعطاه باند لحين خلنا نقول إنه هذا اللاعب لوتو فعلا سوى ستريم سنايب لشراود شركة بوب جي ما عندها أي دليل الطريقة الوحيدة اللي ممكن يعرفوا فيها هي إنهم يخترقوا كمبيوترة يفتحوا الكاميرا ويشفوه هل فعلا كان قاعد يتابع بث شراود أو لا فما في أي دليل إنه قاعد يسوي ستريم سنايب هذا إذا قلنا إنه فعلا كان مسوي لها ستريم سنايب بس صدفت إنه اللاعب لوتو كان فاتح بث مباشر بنفس الوقت وقت جابها القتلة وكان واضح من البث المباشر إنه ما قاعد يسوي ستريم سنايب كان قاعد يلعب بشكل طبيعي ويسولف مع المتابعين وجدا واضح إنه ما هو فاتح بث شراود وقاعد يتابع فراح كلهم شركة بوب جي قالهم أنا ما سوت ستريم سنايب هذا البث أبعي شوفوه ومع كذا ما شالوا عنه البان فشي يقهر تشوف شركة ألعاب قاعدة تظلم لعبينها عشان تخلي ستريمر مشهور ينبسط مع أنه شراود ما لا علاقة شراود ما اشتكى عليه أصلا في سنة 2016 كان في بطولة للعبة الختال المشهورة مورتال كومبا في البطولة صار كتير مشاجرات بين اللعبين المشاجرات ما كانت جسدية ضربوا كذا بل كانت كلامية سب وشتم وصريخ بين اللعبين حرفيا كانوا كل المتنافسين حاخدين على بعض وكل ما حد يفوز على الثاني يسمع كلام دعستك يا نوب وكذا بس كلام جدي مو مزح والتاني يرد عليه بالسب فجمهور البطولة استاء من هالشي أنه يبي يشوف اللعب بدون سب وشتم يبي اللعبين يكون عندهم روح رياضية فالمهم الشركة انتبهت لهالشي وسنة لبعدها 2017 لما صارت البطولة الشركة حطت كتير قوانين جديد إذا فست على حد وتمسخرت عليه أنه فاشل راح يجيك باند إذا خسرت وسبيت اللي فازك راح يجيك باند وغيرها كتير من القوانين بس القانون اللي كان جدا يضحك هو أنه بس تذبح أي شخص في أي لعبة مثلا كولوف جيتي أو بوب جي بس تذبح شخص تروح توقف على جيستا وتنحني وتوقف وتنحني وتوقف مدينو شايفين هاي اسمها تي باك وهي أشهر حركة في كل الألعاب عشان تثين الشخص اللي ذبحته وحطوا قانون في البطولة إنه أي لعب راح يسوي تي باك راح يجي باند نهايئ من البطولة قانون مضحك وغريب صراحة بس معهم حق بدهم يتجنبوا أي شرارة ممكن تسوي مشاكل بالمرتبة الثالثة عانا لعبة اسمها ماريو ميكر نزلت على جهاز اللينتندو سويتش وفكرة اللعبة بكل بساطة إنه أي شخص فينه يصمم أي ماب في لعبة سوبر ماريو وباقي اللعبين فينهم يلعبوا فيها فعشاق سوبر ماريو جدا عجبتهم فكرة اللعبة واستمتعوا فيها بس انتبهوا إنه بعد فترة من نزول اللعبة الشركة سحبت على اللعبة معهم تسوي تحديثات معهم تضيف تولز جديدة تخلي الناس يبنوا مابات أكثر وشوي شوي اللعبة ماتت لأنه خلاص معت فيها أي شي جديد بس إجا شخص اسمه سايكرو هذا الشخص صمم كتير مابات باللعبة والناس حبوها اكتشف اقليش أو غلط بسيط باللعبة بيخليه ياخد راحتها أكتر بتصميم المابات وبالتالي قدر يسوي مابات جديدة فيها أفكار رهيبة غير المابات الاعتيادية والناس صاروا يرجعوا ويلعبوا اللعبة وانورا ماباتها فشركة نينتندو بدل ما تشكرها وتقدر جهودها أنه لسه عبي خلي الناس يلعبوا اللعبة راحوا أعطوه باند نهاية على حسابه ومسحوا كل المابات اللي سواها ليش ليش حرفيا ما لقيت أي سبب ليش ممكن يسوي هالشي يعني المابات باللعبة أصلا مو بفلوس هذا الشخص عبي خلي الناس يلعبوا اللعبة وممكن يجيب لعبين جدد يشتروا اللعبة ويكسب الشركة فلوس حركة جدا غبية هذا ممكن أكتر باند غبي بهالفيديو في المرتبة الثانية كان في بطولة للعبة ليغوف لجنز في كوريا وكان في فريقين مشهورين عبيلعبوا ضد بعض الفريق الأول اسمه تيم دارك والفريق الثاني تيم أوزون في الراوند الأول تيم دارك انتبه انه منافسهم تيم أوزون جدا متفوق عليهم وجدا لاعبين وما في أمل انهم يفوزوا عليهم فالليسووا تيم دارك هو انهم استسلموا بأول راوند وفي الراوند الثاني تيم دارك بدأ الجيم باستهبال اختار أضعف شخصيات ولاعب اللعب بدون أي اهتمام بالفوز لأنهم خلص شافوا ما في أي أمل انهم يفوزوا والفريق الثاني تيم أوزون استغل الفرصة واختار أقوى شخصيات وفازهم بـ 8 دقائق وهذا يعتبر أسرع جيم بتاريخ بطولات ليغ أوف لجنز تيم دارك خسروا هم مبسوطين لأنه خلص تقبلوا بالأمر الواقع بس اتفاجأوا انه جاهم باند نهائي من المشاركة في أي بطولة للعبة ليغ أوف لجنز من الشركة نفسها وقالوا السبب انه الجمهور دفعوا لتكيتات عشان يشوفوا مباراة حماسية في راعين للبطولة دفعوا كتير فلوس عشان تكون بطولة حماسية فأنتوا استسلمتوا وخلصتوا الجيم بسرعة فبالتالي سببتوا لنا مشاكل مع العلم انه ما في أي شي بالقوانين بنص انه لو فريق استسلم او لعب باستهبال بجي لباند وتيم دارك شاف من البداية انهم خسرانين خسرانين فليش يتعبوا حالهم فما عليهم أي زنب وما يستعقوا الباند أبدا بس مع كذا الشركة يعطوهم باند نهائي ومن بعض هالبطولة ما لعبوا اي بطولة بلعبة League of Legends بالمستقبل في المرتبة الأولى شركة سوني عطت باند لشخص على البلاي ستيشن بسبب اسمه الإسلامي في شخص اسمه جهاد المفتا وعند حسابه على البلاي ستيشن من أكتر من عشر سنوات وعب يلعب بشكل طبيعي في أحد الأيام فتح حسابه عشان يلعب وتفاجأ انه حسابه متبند وجيت لها رسالة من سوني كعتبين فيها اسمك إرهابي وعطيناك باند نهائي على حسابك وقالهم أنا اسمي جهاد ما قصدي في الـ ID الجهاد اللي هو الفعل اسمي أنا جهاد بس حاب أضيف شيء برا الموضوع كلمة جهاد بالإسلام ما لها أي علاقة بالإرهاب بس الأعلام على مدى سنوات ربط كلمة الجهاد مع الإرهاب المهم نرجع لموضوعنا جهاد المفتا كلم سوني بريطانيا وارسلهم هويته وقالهم أنا اسمي جهاد سوني مرض يشيلوا الباند وقالوا له خلاص يجعلك باند نهائي مع السلامه فجهاد راح ونشر قصته على تويتر وكلم مواقع ألعاب مشهورة ومواقع الألعاب صاروا ينشروا مقالات عن هالموضوع وبس كبر الموضوع سوني اعتذرت وكلمتها وقالت له من رجع لك حسابك على شرط أنك تغير اسمك قالهم أنا اسمي جهاد شو أغيره نقولوا له سمي أي شيء ثاني المهم ما يكون في كلمة جهاد ففعلا غير اسمه ورجعوه لحسابه وبس رجعوه لحسابه انتبه أنه كل أصدقاء اللي ضيفهم انمسحوا وفي كتير تروفيات ومهمات مسويها على حسابه على البلاي ستيشن كمان انمسحوا كلم سوني وقالوا له ما نقدر نرجع لك ياهم عسفين حركة جدا تقهر وعنصرية من بلاي ستيشن بياي شباب هذا الفيديو اليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتمنى أن نهاية الفيديو لا تنسوا وضع الفيديو زر اللايك وشاركونا بالطعليقات شو أكتر باند غبي شفتوا بهالفيديو وبس كلمكم شاركي ايها بشتك كيش كم ديهاد تاني ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة